اشتركوا في القناة من الطلبات من الاصدقاء والمتعلمين اللي يدخلون على القناة ورح بيهم اجمل ترحيب في ربوع بلدنا الحبيب العراق والوطن العربي والعالم رح بيهم اجمل ترحيب واللي دائما يأقدون على العلامات الموسيقية والاشياء الاكاديمية الضرورية جدا اللي مفروض عازف العود يعرفها قبل ما يبدأ بيها قبل ما يبدأ بيها ضروري لازم يعرف هذه الاشياء في البداية انه احب انه انو انوح على الدورات الموسيقية اونلاين وياي مباشرة وتقدرون تشتركون بيها من خلال ما تدخلون على رقم الواتساب الموجود اسفل كل فيديو موجود في قناتي وتقدرون تستفسرون حول آليتها اللي هي 8 محاضرة شهريا وكم سعر هذه الدورة اللي هي سعرها بسيط ان شاء الله اليوم احنا راح نروح على صبورة وهذه هي الصبورة امامكم راح نشوف بدانكم هذه راح نسوي هذه الحقول هذه الحقول شو هي الحقول الحقول هي اولا العلامات بالايطالي بال الاي طالي لان هي اصلها ايطالية العلامات الموسيقية وباللغة العربية وقيمتها والقيمة الزمنية و عدد الريش عدد الريش لكل علامة القيمة الزمنية تضرب باليد اذا تريد تقرأ العلامات الموسيقية اول علامة هي الروند باوحة لاحظة دائرة باللغة العربية اللي هي الروند باللغة العربية تسمى الكاملة قيمة الزمنية مالتها اربع ضربات باليد عدد الريش سبعش ريشة واضح؟ ثاني علامة اللي هي بلانش تسمى البيضاء اثنين ضربة احاول ان اخر لكم اثنين ضربة اشقد تصير؟ ثمانية ريشة بالعود والقيمة الزمنية تين ضربة باليد ثلاثة هي شنو؟ انوار انوار السوداء واحد ضربة اربع ريش ريشة اربع اربع دو الراية نصف ضربة اثنين ريشة خمسة دابل كروش دابل كروش ذو الرايتين ربع ضربة واحد ريشة وايضا تأتي بعدها بعدها علامة كوارب تربل كروش وهي سريعة جدا لكن انا هاي حاليا للمهتدئين فقط انو تحفظ هذه العلامات اللي هي الروند الكاملة باللغة العربية وقيمته الزمنية اربع ضربات وعدد الريشة ستعاش لانش بيضاء اثنين ضربة ثمانية ريشة انوار سوداء واحد ضربة اربع ريشة كروش دو الراية نصف ضربة ذي الريشة دابل كروش دو الرايتين ربع ضربة ريشة واحد هذي الطريقة بالنسبة العلامات الموسيقية والاشكال الموسيقية وقيمة الزمنية وعدد الريش اذا احنا هسا نذهب لموضوع اخر نقول شون راح تنضرب هذه العلامات العلامات تنضرب كالتاني العلامات يعني عندك الروند هذا الروند راح تصير ثمانية سبعة ثمانية ثمانية حسب المدرسة العراقية بالعود اللي هي تقريبا اعلى شيء ينهي المدرسة العراقية والمدرسة التركية ثم المدرسة المصرية الي هي تعتبر تطريبية 8 7 8 8 7 8 8 7 8 8 8 رح يصيل عدن 1 2 3 4 5 6 7 8 10 10 11 18 37 8 6 16 ريشة يعني تضرب نازل صائد نازل نازل و هكذا , بلانش رح يكون عندنا ثمانية سبعة ثمانية 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 والنوار ثمانية سبعة ثمانية ثمانية الكروش ثمانية سبعة الدبل كروش عفوا كروش الدبل كروش راح يصير عندك ثمانية هذه هي العلامات وعدد ريش مالتها وطيتكم جدول بهذا الموضوع وضروري جدا احنا في دروسنا وفي الدورات الموسيقية المباشرة مع الطلبة دائما نوضح لهم اكثر حتى تتقوى ريشته ويكون عنده مجال في تقوية الريش وضرورية جدا للعازف وايضا للمتعلم في البداية هذا لكم وضروري جدا ان شاء الله وراح نكمل ان شاء الله من ضمن مقامات اللي راح ناخذها ان شاء الله هو مقامة ديشت اللي دائما نسألونا عليه لا تسألوا اللايك والاشتراك وتحياتي لكم ومنتظركم بالدورات الموسيقية ومعها لا بسلام السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة